لما يكون حلمك بس تتدفى فتموت سقعان وغرقان اللي بزعاني وحزز في نفسي ان بنتي كانت سقعانة في اليوم ده ومش عايزة تروح تشتغل وقالت لي يا أمي أنا سقعانة أخوها اللي تحيل عليها وشدها وقال لها يلا روح نشتغل عشان أمك تجيب لنا البلوفر اللي هيدفينا من السقع أهل اتنين ماتوا من السقع غرقانين في النيل الكلمات دي قالتها السيدة يا حسنة أم الطفلين من اللي غرقوا في النيل في قرية من المنوفية وهم راجعين من مزرعة فراخ بيجمعوا فيها البيض مقابل 25 جنيه في اليوم الستة حسنة وقفت على حفة نهر النيل صامتة سكتة لأكتر من 9 ساعات لا بتبكي ولا بتصرخ بس بتبص في المياه لعلقة تجد جسد بنتها خارج من المياه عشان تحاول تحضنها وتدفيها بعد ما ماتت سقعانة هي وقوها قبل ما يتحقق لها حلم ان هي تشتري بلوفر الصحفية أم المعوض اللي كانت وقفة بين أهالي الضحايا اللي منتظرين خلوج جثامين عيالهم تخرج من النيل قالت ان الستة حسنة بعد ما قالت الكلمتين دول سكتة تاني ووجهت نظرها للنيل في حزن قاتل ومكتوب الستة حسنة وابنها وبنتها اللي ماتوا كان حلموهم الدفع بس الدفع في السقع وعشان الدفع كانوا بيشتغلوا بأجر زهيد أجرهم كان أقل من نص ثمن كارتونة بيت من اللي بيجمعوه ماتوا غرقانين عشان واحد عمل معدية مش مرخصة على النيل لأنه مفيش كبري قريب من قريتهم وسواق عربية محدش بيقوله انت بتعمل ايه ولم كربس الأطفال ديه ورايح بيهم على فين كل حاجة ممكن تتعمل أو تتقال بعد اللي حصل مش ممكن تدفي أبدا قلب الستة حسنة ولا روحها اللي أكيد دلوقتي سقعانة كام حسنة وأمثالها وأمثال بنتها وابنها موجودين سقعانين دلوقتي ومش لقيين حاجة دفيهم مرقصتش ولا لعبة كرة قدمة ما خرجتش حلقة راسها عشان كده محدش حس بيها ولا حس بنتها اللي فضلت في قاع النيل لمدة سبعة ايام كنت جميلة زي الأمر رغم الشقة اللي باين على ملامحك وابتسمتك الممزوجة بالأسر والمعاناة حياتك كان زي صورتك كده في الظلام اتولدتي في الظلام وعشت في الظلام وموتك برضو كان في الظلام رغم إن اسمك شروع سلاما على روحك النقية عاشوا بسطاء وماتوا بسطاء وماتوا بسطاء